طبعاً إحنا دائماً بنختم قراءتنا للقرآن بعبارة صدق الله العظيم لماذا اختص التصديق باسم الله العظيم دون غيره من الأسماء؟ نعم هو أولاً يعني هذا ليس يعني من السنة ولا ورد بالقرآن وإنما هو كما يبدو لي يعني عادة اعتادها العلماء أو اعتادها المسلمون ولكن هناك أيضاً مناسبة بين الكلمة العظيم وبينما تلاه القارئ من آيات في القرآن الكريم والقرآن الكريم كله وكل آياته يعني تدل على عظمة هذا القائل أو عظمة هذا الذي أنزله فأياً كان الموضوع الذي تليت فيه هذه الآيات فواضح أن هاهنا عظمة ويعني هو حين يقول صدق الله العظيم يصدق هذا الكتاب الكريم لكن الوارد في القرآن هو أنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له نبدأ القرآن بالاستعاذة بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يشغلنا ولا يضلنا ولا يلقي في أفكارنا ولا في قلوبنا ما يشغلنا عن معنى التلاوة إلى آخر هذا واضح يعني وتقريباً بين لكن لم يرد فيه البسملة ولذلك كثيرون ممن يتوقفون عند هذه الآية يبدأون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبدأ في القرآن كثير ما ربما حضرتك طبعاً حتى مع بداية الصور حتى مع بداية الصور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا ولكن هم نسوا أمراً آخر وهو الحديث الشريف الوارد في هذه الأمور وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع يعني فيه رواية أبتر وفيه رواية أقطع وطبعاً يعني القراءة أمر ذو بال أكبر من أي أمر آخر فهو بال يعني يحتاج إلى بال يحتاج إلى عقل متدبر طبعاً يعني فهو محتاج يعني هو يجمع بين ما ورد في القرآن الكريم من البدء بالاستعاذة وما ورد في الحديث من أنه أي أمر ذو بال يعني لا يبدأ فيه بالبسمرة بسم الله الرحمن الرحيم فهو ناقص وأقطع وأبتر هذا هو الذي جعل الناس وده أفضل وتقريباً إجماع المسلمين عليها ثم نحن نعلم أن الحديث الشريف له دور في التشريح ودي المعركة اللي بين الذين يؤمنون بالقرآن ويشككونا في الأحاديث أو يعني يقولون أن لا يؤخذوا منها التشريح معركة كبيرة طبعاً هي مش معركة هي يعني جدل من النافين للسنة أو من يعني الذين ينكرون السنة أو حقيقةً هم لا يؤمنون بها ولكن لا يستطيعون أن يواجه الناس بالحكم مباشرةً بأننا لا نؤمن بها أو نؤمن بها كعلى أنها يعني لا تصح في أو لا تستقل بحكم أو الآخر ويحتالون هنا كذا وكذا نحن القرآن قال القرآن